المنشد المصري الحائز والفائز بلقب منشد الشرق يحيى نادي معنا على الهاتف مباشرة نتعرف منه عن كواليس رحلته للفوز بهذا اللقب والفوز بالمركز الأول على العدد كبير جدا من المنشدين أهلا بيك يحيى ومنورنا النهاردة الصباح مبروك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعلى كل المرحبين ألف مبروك وقلنا بقى الكواليس حصلت كمصري على لقب منشد الشرق أكيد كان فيه منافسة من جنسيات كتير والإنشاد المصري مدرسة كبيرة الإنشاد المصري ساعدك إزاي أنك تحصل على هذا اللقب اللهم صلي وسلم وبركاته من نجم محمد صلى الله عليه وسلم هو في البداية مش أنا اللي حصلت على اللقب هي مصر اللي حصلت على اللقب الحمد لله رب العالمين طبعا سعيد جدا 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 مفوز باللقب ده لأن اللقب ده استثنائي صراحة لأن الاستنادي بالذات كان فيه أصوات قوية جدا 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 في البرنامج ده وكون أني أفوز بلقب منشد الشرق 14 ده فأنا بعتبره إنجاز بصراحة يعني الحمد لله رب العالمين مدرسة المصرية طبعا يعني علمتني كتير جدا 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 في روحانيات الإنشاد الدين الحمد لله رب العالمين وطبعا يعني الفضل لربنا والأحدي والفواتي والفقريتي عربة بالذكر والمنفرية وكل حبيبنا في جمهورية مساء العربية الحمد لله رب العالمين طيب يحيى مين أبرز المنشدين اللي كان بيمثل بالنسبة لك يمكن منافسة قوية وكانت جنسيته إيه؟ مش عاوز أقول جنسية معينة بصراحة كلهم كانوا كويسين لا بس أكيد في واحد هو دا اللي أنت كنت حاسس أنه يعني المنافسة بينك وبينه قوية جدا والله كلهم أنا عاوز أقول لحضرتك كلهم كانوا كويسين مشاء الله عليهم فيه كان معي المركز الثاني العبدالله العمري من لبناء ومركز الثالث محمد الوافي من ليبيا وطبعا قواتنا المنشد الأردني كان جميل والسوري والعراف كمان يعني كلها أصور قوية مشاء الله ولكن ده يعني ربنا وفقنا الحمد لله أنا شايف حضور قوي من المصريين نعم شايف حضور قوي من الجمهور المصري بيشجعك جدا جدا من شاء الله في مسرح المجاز بصراحة كان المصريين كلهم موقفين معي الحمد لله رب العالمين الناس الثانية استغربت لأن كل المصريين دول جايين عشي خاطر يحي يدعموا يحي يدعموا ابن مصر الحمد لله رب العالمين طب قولي الإنشاد المصري مدرسة معروفة جدا وربما في مدارس أخرى في المغرب العربي في الشام في العراق كل بلد لها ملامح خاصة إيه اللي بيميز مدرستنا وبيخليها الأقرب لأذن المستمع العربي الله صلى على س filteringنا يا محمد احنا لها جميلة جدا جدا جميعا وبعدين كمان عندنا عظماء كتير جدا 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 في مجال الإنشاد الدين مثلا الشيخ السيد النقشباندي والشيخ صحة الفاشنة والشيخ محمد عمران والشيخ مصر الدين طبار مصر بلد الإنشاد الدين طحيح وبعدين كمان الحمد لله رب العالمين اتسابت خبرات برضو من إخواتي المنشدين من الدول الأخرى عندهم برضو من الخبرات الكثيرة في مجال الإنشاد الدين الحمد لله رب العالمين زي ايه يعني مثلا المزج اللي حصل ما بين مدرستك والمدرسة التانية يعني تعلمت من دولة المغرب مثلا دولة ليبيا بصراحة يعني بصراحة كان منشد جميل جدا 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 وقوي جدا ما شاء الله عليه تعلمت منه كتير أخويا عبدالله من لبنان يعني ما شاء الله عليه هم مدارس مدارس كويسة جدا وبعدين كمان هم بيتعلموا كمان المدرسة المغربية العالم كله يتعلم من المدرسة المصرية طيب يحيا كلمنا عن استعداداتك قبل المسابقة كانت عاملة ازاي وفي خلال المسابقة بتعمل اي تستعدد ازاي هو المفروض كانوا بلغونا ان احنا فيه تلات سهرات في المسابقة كان خمستاشر وسبعتاشر وخمسة وعشرين المفروض نحضر فيهم تلات انشيط انا كنت محضرهم قبل مرسل المسابقة قبلها بخمستاشر يوم الحمد لله مع اخويا واستاذي وحبيبي ان معلمني الانشيط الديني الاستاذ بها ادنادي والاستاذ فسانطة بصراحة يعني اصحاب فضل علي ولما جيت هنا تمام الحمد لله رب العالمين كان في معاني مدرب الاستاذ وثين فارس والاستاذ شريف محسن والاستاذ مصطفى حمده دعمونا بسير جدا 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 ان شاء الله عليهم وعرفنا بسير جدا جدا من حضرتهم والحمد لله رب العالمين ربنا ووفقنا ان احنا نوصل ونحفظ لقب منشد السلقة ونرجعه مصر التاني الحمد لله رب العالمين مبروك مرة تانية يحيا بنشكرك المنشد المصري يحيا نادي الفائز بلقب منشد مصابقة الشرقى للموسم الاربع تاشر ويعني اكيد بنتمنى له كل التوفيق في الجاي بالتأكيد وبالفعل يعني المدرسة الانشاد المصري مدرسة عظيمة جدا ويحيا نادي شرفنا شكرا لك يحيا على هذا التكريم اشتركوا في القناة